بسم الله الرحمن الرحيم والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيقة تمكينها الاقتصادي وذلك بفضل التوجهة السديدة للجلالة في ملك نصر الله وانخرات الفعلي لكل القوى الحية للبلاد واليوم نعتز بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملنا مسؤولية حقائب استراتيجية وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية كما تولي الحكومة مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا وهنا نذكر أن تأنيت المناصب العليا تفع من نسبة 16 سنة 2018 إلى 19 سنة 2022 ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 المرأة سنة 2023 وتواصل الحكومة العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكنهم من حقوق سياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث أحدثت الحكومة لأول مرة للجنة الوطنية للمساواة بين الجيسين وتمكين المرأة والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لتدارسي الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة بمنامج مغرب التمكين وغيالة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في شين يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تدير الجام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي